السلام عليكم يا هلا ومرحبا الحلقة السابعة من إنشاء فريق قبل ما نبتدي أتمنى اللايك والاشتراك طبعا مثل ما تعرفون إحنا وصلنا فترة انتقالات واليوم 12 يوليو سنة 2024 تعالوا خلي نشوف تشكيلتنا كيف صارت ما شاء الله على اللعيبة اللي عدنا خرافيين يا شباب طاقات حلوة بالنسبة لفريق يلعب بالدرجة الثالثة من الدول الإنجليزي وصلنا لها بالحلقة اللي راحة طيب شباب مثل ما تعرفون ميزانيا اللي باقي عدنا أربعة مليون باست عدنا حاليا الديون ثمانية مليون تعالوا شوف اللاعبين الأحرار اللي إحنا جبناهم هنا خلي نبجي من الصغار بالعمر والله لاحظ أنه أكوا لاعبين ما شاء الله كثار صغار بالعمر وممكن يكونون خرافيين يعني عدنا هذا فريرا طاقة ثمانين شوفوا أنا محتاج أظهرة خلي نحاول نجيبنا ظهيرين واحد يمين واحد يسار حتى هذول الأضعاف يعني نبدي نبيع ونتخلص من الفريق وحتى نمسح بعض اللاعبين ونطردهم بالنسبة لقلوب الدفاع هذا عرضناه للبيع فإذا حصلت قلب دفاع رخيص بعد رح اشتري خط وسط يا شباب بعد ممكن اشتري دي لاعب خط وسط صراحة أنا جايشوف أنه عدنا طاقات سبعينات قليلة محتاج أنه يجيب لاعبين سبعينات يا شباب وخاصة بالاحتياط فخليني جعل الأعمار مثلا هذا الـ LP 75 تخيلوا هذا إذا نجيبه رح يشيل الفريق سبعة مليون قيمته وراتبة ممكن سبعمائة وخمسين دولار أكيد حاسم خمس سنوات عقد بدون شر الجزائي الله يطلب راتب 600 دولار يا شباب 600 دولار فقط يا ولد تعال يا هلا بيك شوفوا تمت أول صفقة اليوم طبعا اليوم مقطعنا رح يكون عبارة عن صفقات صفر دولار لاعب ظهير يسار طاقة 75 رح نجلد إن شاء الله بالدور الإنجليزي الدرجة الثالثة شوفوا عندنا هذا الحارس هولس لأن عندنا الحارس عحنا رح نبيعه عرضنا للبيع فهذا الحارس ممكن نشتريه من طعس سنة قيمة عشر مليون تقريبا رح يكلفنا راتب تقريبا 1500 دولار 1200 دولار يطلب راتب بس يا هلا هذه الصفقة الثانية تمت صفقتين سريعتين يا شباب وحارس مرمى وظهير يسار شوفوا الأظهر اليمين جاي راقب ظهير يمبس هذا 72 عمره 19 لكن كون بدي يا شباب لكن لازم ننفع فلوس أما عندنا كربخال لاعب إسباني منطع السنة طاقة 76 ظهير يمين والله أسطوري تمت الصفقة كلفنا راتب 3000 دولار فقط وهذه الصفقة الثالثة اليوم ظهير يمين حس نحتاج أشوف لي قلب دفاع يا شباب إذا حصلت قلب دفاع يكون ممتاز شوف قيمته عشر مليون ونصف واجد قلوب دفاع جاي راقب وأنا أكيد ودي باللاعبين الأحرار يعني هذا مثلا 76 طاقة منطع السنة وهذا عدنا 72 طاقة 22 سنة والله روحي 76 يا شباب والله راتبة 3400 بعد ما جاي يكلفونا رواتب أصلا صفقة الرابعة قلب دفاع تمت اللاعب ذاك الثاني يا شباب طاقة 75 المدافع عمره كبير هذاك راح نبيعه هذا راح يبقى عندنا وبسام الراوي بعد راح نبيعه فالمدافعين راح نبيعهم شوف بالنسبة لمركز السي ام ما كوا واجد لاعبين لكن عندنا هذا قيمة 6 مليون وهذا قيمة 8 مليون هذا راح يفيدني يا شباب 28 سنة كالعادة نخلي موسم بعدين نبيعه نسوق لللاعب نحاول نطوره نحاول نبيعه بعدين 28 سنة حلو برتغالي يريد سنتي نعرض والله نطيك ثلاثة ليش شرط جزائي ايه حط له شرط جزائي شرط جزائي ينطينا 13 مليون خلي ياخده ما عندنا مشكلة راتب عشرين الف والله حتى شرط الجزائي ما خليه تعالي واجد حتى ينباع اذا راح من عندنا راح نحصل الفلوس يا شباب لا تنسونا عندنا ديون لازم نسدها هذي صفقتنا الخامسة اليوم صح سوينا خمس صفقات لحد الان تعالوا خلي نشوف اللاعبين المتوفرين عندنا عندنا سفيان بوفال 30 سنة نقدر نتعاقد وياه ما عنده مشكلة راح ينتقل كان ما يقبل ينتقل هسه قبل ينتقل عندنا هذا اللاعب بعد نقدر نتعاقد وياه وعدنا فرير لا لا ينوال اللاعب الانتقال لدوري ليس تنافسيا شوفوا هذا ما راح يقبل ينتقل انه وطاقة 80 عمره 18 سنة راح عنين 35 مليون قيمة اللاعب بعد ما يقبل ينتقل انه انا شوف انه هذا الـ 78 يعني اذا جبناه حتى اذا ما استفاد منه نوديه عارة يعني قيمة 18 مليون يسدلنا الديون هذا ان شاء الله بالمستقبل وهذا بعد يا شباب قيمة 24 مليون والله قيمة عالية ورهيبة يقبل ينتقل لنا جيد حكلفنا 10,000 دولار راتب تقريبا ما راح اخلي لشارة جزائي لان بعده صغير بالعمر والله يريد 7,000 بس يا هلو مرحبا والله اشترينا لاعب قوي سادس صفقاتنا نسويها اليوم صفقات خرافية طبعا جايز نشتغل عليها انا اقدر اتعاقد بعضوية هذا يا شباب بس اشوف لاعب واحد يكفي بالCF ما محتاج هذا اوكي بالنسبة للأستي عندنا هذا 19 سنة كورونا 7 مليون فالاتصال التوقيع دولار راح يكون هام يلا ماكو مشكلة هاي الصفقة رقم 7 بمقطع اليوم خاصية كورونا لاعب يعتبر ان شاء الله صفقة رابحة انه طبعا خلنا انتهينا تقريبا تقريبا انتهينا من الصفقات المجانية تعالوا نشوف تشكيلتنا كيف راح اصير شوفوا التشكيلة حاليا بهذا الشكل راح تتغير ملامح هذه التشكيلة عن قريب هذه الصفقات اللي جبنا ما شاء الله على الصفقات والله خرافية يا شباب كمية لاعبين اس تي مو طبيعية عندي دومينا هو لاعبنا الاساسي هذا هذا ليش ما نباع لحد الان 64 طاقة رجع حتى بقامة الانتقالات ياربين باع توماس احنا ما قدري يعني هل انا شباب اخلي عندي والله شوف هذا ممكن تجي لها يعارة قوية اذا جت لها يعارة قوية راح اخلى يروح يتطور الميزانية اللي بقاتلنا بعد ما اجددنا بعض العقود يا شباب واشترينا اللاعبين الاحرار بقالنا مليون واحد بس حد الان الديون اللي عنينا ثماني مليون شوفوا كمية اللاعبين اللي غادروا واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ما اللاعبين غادروا يا شباب ما اللاعبين تخلصنا منهم وتخيلوا توماس ايجا لأول عرض على سبيل اللي عارة من استون فيلا والله العرض حلو بس اعارة للشراء لا 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 تفويض اعارة بس فقط لمدة موسم بدون خيار شراء اجعل عرض بعض من برايتون والله شكلها العروض قوية يا شباب برايتون حلو والله العرض بعض اعارة بدون شراء يالله يروح دور انجليزي ما عنده مشكلة بس سامر راوي ايه عرب ينتقل مقايضة مع لاعب لا اكيد اوكي عدنا لاعب طلع بيعنا لاعب اوه حلو 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 اربعة مليون وثمان ومئتين يا شوها اللاعب اشتريناه مجانا خلينا سنة سوقنا له اجوا فنربخش اشتروه وحصلنا اي يا سلام على الانتقال توماس برايتون واستون فيلا الاثنين يردو والله شوف يروح والله وين وديه يا شباب صراحة الفريقين ممتازين بس شوف يروح لأستون فيلا يكون رهيب وبإذن الله يسوي شيء معاهم يلا قبول روح ولا قلكم وبعد قبول على برايتون وينما يروح خلي روح هو رح يختار اوكي طلع عندنا لاعب بسام الراوي جيد مليونين حلوة بطولة ودية مليون والله لا 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 ما ادخل ما راح ادخل بطولات ودية هذا السنة لاعب اخر يغادر توماس راحل اوستون فيلا 12 شهر ويرجع عندنا فترة اتقالات الجاية ان شاء الله يرجع عندنا وخلي نشوف شون رح يصير اوكي لاعب غادر فريراش قد مليون وستمية حلوة تعال نشوف الميزانية 14 مليون وصفقات قليلة سويناها ما اخذنا قرض يا شباب ولاعب بعد يغادر قوميز حارس هذا مليونين وسبعمية ممتاز ممتاز جدا ممتاز فرين هذا يا شباب لاعب من الاكاديمية صعدنا ما يتطور يوصل لل84 تقريبا لكن شوفوا كم 4 مليون رح نقدر نحصل من عنده ندخل بعض مفاوضات والله خلن نرفع السعر بعد 4 مليون يا رب يعني 4 مليون ونص حلوة بسم الله قلل المبلغ غريب يا شباب حلو 4 مليون ومية والله رفعناه جيد آه باقينا محاولة وحدة يلا 4 مليون وميتين نتوكل فشليت لا على 100 ألف مصطفى لا 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 والله أنا طمع لا يا رجل والله أنا طمع يا شباب والله طمع 4 مليون كانت حلوة أوكي لاعب غادر هذا عدنا بال 340 ألف يلا حلو شوفوا تشيكي جالة عرض والله ما أدري منطع السنة أوكراني شوفوا أوكراني ترى ما يتطور حاول أرفع السعر شوي 1800 حلو حلو إن شاء الله يروح بس للمعلومية شوفوا تشيك يلعب RW والله ما عندنا RW والله يا شباب راح أتعاقد مع RW إن شاء الله أوكي طلع عندنا لاعب 900 ألف حلو 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 الميزانية جاية ارتفع ارفع عندنا الميزانية ارفع شوفوا تشيك طلع من يون 800 لازم نجيب لنا لاعب تعالي نشوف ال RW المتوفرين عندنا والله عندنا كذا لاعب يا شباب RW روماني 71 طاقة يا شباب أشوفه جيد هذا 73 لكن عمره في 20 سنة هذا عمره في 11 سنة هذا 73 قيمته 4 مليون ممكن السنة الجاية ينباع بالسعر حلو وإنت تريده أصلا احتياطي شوفوا يا شباب مثلا يعني عندنا جوردن وواجد لاعبين ذولي ما رح يقبلون ينتقل هذا يقبل ينتقل من 11 سنة 7 مليون والله يكلفنا أنا ليش أشتري لاعب هذا السعر يعني حاليا متوفر عندي لاعبي سد حاشتي مثل هذا يا شباب 25 سنة لأنا 70 طاقة وبعدين تبيعها يا مصطفى خلينا شرط جزائي قيمته توقع 4 مليون أنا شراك يعني 7 مليون مقتنع بها والله إذا تدفعون حلو حلو وقبلوا يا شباب إن شاء الله يا رب يقبلون عن 7 مليون الشرط جزائي 7 مليون يدفعونه ممتاز جدا هاي جبنا لاعب خلاص صار عندنا الـ RW عوضنا ممتاز تم دفع الشرط الجزائي للمعز علي ممتاز والله الشرط الجزائي إحنا خلينا 4 ونص مليون حلو يا شباب ST راح منعدنا كان فايدنا لكن إحنا أصلا جبناك تسويق أوكي بيعنا لاعب 540 ممتاز صفقة حلوة والمعز علي طلع الحمد لله 4 ونص مليون راح لنادي قادش سوقنا لللاعب وانتقل لنادي مشهور على الأقل إحنا فريقنا عمره سنة بس روح الله وياك صفقة ممتازة وممتازة جدا بعد 23 مليون من مليون إلى 23 مليون صفقات سوينا وفريقنا جاهز حرفيا أوكي طلع عندنا لاعب بعد ألان كم سعر؟ 125 ألف روح الله وياك بيرني جاء العرض من جديد 4 مليون كان العرض السابق يا شباب وفشلنا المفاوضات إحنا شوف 4 مليون نطلنا أبيع خلاص روح الله وياك ما بيع أقل من 4 مليون لأن لاعب حرفيا جاب عندي 4 مليون قوي يا شباب إذا ما لقيت رح استمر على ما أنا عليه تشكيلتنا يشوفها جيدة عندنا أول مباراة بالدورة الإنجليزي الدرجة الثالثة ضد نادي اسمه إكستير يلا بسم الله صافرة البداية أريدكم تتعلقون يا شباب دومينا والأحمد يخلي شوف شوف رح يسوي هذا المونسب نوع ماينو ماينو الله 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 سهلة سهلة بيد الحارس اللعب اللعب له ماينو اللعب هناك لأبو ليوسيون واحدة بخارج القدم تقدر يو لا 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 حارس المرمى لا حارس أرجو لا هدف أول علينا والله آخر فرصة إنا آخر فرصة اللعب نوح لحمدين يا رب التعادل يا رب التعادل خلنا نطلع لا 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 واضح إنها صعبة يا شباب والعندي أكيد أقو من عندنا مباراة الأولى نطلعها بالخسائة وكي بعنا لاعب يا شباب 240 أدل هذا الحارس جاي العرض مبادلة يا شباب قيمة اللعب اللي جاي إنا يعني 30 سنة عمره ما رح ينفعنا أكيد فندخل المفاوضات وأريد أبيع الحارس شوفوا قيمة 6 مليون يعني إذا انطلنا تقريبا 8 مليون أنا ما حلو يا رب يروح مباراة ثانية بالدوري إحنا مركزنا 18 بعد الجولة الأولى هذه المرة ودي أعتمد على أكون يا شباب هذا الظاهير الجديد خليه ينزل أساسي تدرون إحنا بحاجة إلى LW سيمون زوبيرين يعني مو أفضل شيء ممكن جب إلي LW احتياط لا هذي خطرة هذي خطرة هذي خطرة حارس آه حارس حارس أرجوك لا 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 هدف الأول هدف الأول حدا ما سجلنا والهداف لو تلقينا هدفين يا شباب مباراتين تعال توالي ماينو اللعب لانوح لحمدي لحمدي لعب يا السلام يلا واحد يسعد لعب لانوح هي اتعال لا يا نوح لا يا لحمدي حلوة هذي 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 فرستك ماينو لا بالقائم يا رجل بالقائم شو 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 قم بلا ضرب لكن والله بالقائم ماينو ماينو الى نوح لاحمدي يا لا شنو هذا الحوض يا السلام آه آه يا حاكم آه يا حاكم وش هذا التدخل يا حاكم كارتصفر هاي الله لا واحد بالرأس ارجوك شباب 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 الريد قول الريد قول يا شباب طاول يا حاكم يلا ميلر ميلر الله لا للأسف تمتهي المباراة الثاني هذي مع التواني اوكي طلع لاعب مليونين وتلتمية وخمسين لاعب ثاني بعد يطلع كيرك طلع اخيرا تسعمائة الف يلا روح الله يا وبعد لاعب طلع يا شباب بسبعة مليون او ثمانية مليون هذا حارس المرمى ممتاز مباراة ثالثة يا شباب ما عندي سي دي ام تدرون اوه اول مرة نلعب على ملعبنا شوفوا الطقم الهديض والله حلو طقمنا الجديد حارس حلو حلو حارس شكرا على التصدي يلا دومينا العبي لا ماينو مرر بيلوسيان يا السلام ما توقعت اول اهدافي راح يكون من الظاهير اليمين ماينو هو اللي صنع الهدف بيلوسيان طلق تصويبه قوية بوم بالشباب يا السلام لانوح نحمدي العب ارجع له نوح نوح لا نوح قدم اليسار هل ضعيفة يا شباب هل لازم نطورها شباب ضربالكم ارجوك لا حارس بالدقيقة تسعين يعني خلاص صفر الحكم اطلعنا بالتعادل واو شنو هذي كيز كورابو لا بلانتيات يا شباب يا رب ما نضيع يا سلام انت اللي ضياعتنا يا حاء تعبون والله ويتأخر يا شباب هذي كول يا السلام حارس حارس يا السلام عليك حلوة حلوة بخاري يا السلام يا السلام هنا اقفز يي اريدك يسجلها يا ميلر يا عمري ايه خلاص اهلنا طبعا مباراة كراباو كنت اضمها دورة حلو اهلنا بالكراباو من اول جولة جيد شو بالمحاور المتوفرين هنا يا شباب عندها محورين بس بصراحة الطاقات يعني مو افضل شيء يوناني واحد ثلاثين سنة يعني ممكن بعدين انبيعها بسعر حلو الصراحة يريد حاسم مو مشكلة بس ما رح تنزل حاسم قيمتها ستة مليون اتوقع الشر الجزائي تقولون خلي مليار يا مصطفى هو يختار اوكي داعش مليون شر الجزائي والله عرض مضاد انا داعش مليون يعني ممكن ما احد ينطي انه داعش مليون فراح اطلب تسعة مليون يا شباب رح يكون رقم جدا رهيب تمت الصفقة لاعب جديد ينضمنا الفريق بالنسبة للجناح اليسار لقيت هذا اللاعب الفرنسي تسعة طاعة سنة وممكن يتطور الحلو بيه يا شباب خمسة مليون قيمته وممكن ستة مليون نجيبه هذا يكون اساسي بدل دين اذا شفناه يتطور رح يتفع خمسة مليون وخمسمية نفس قيمته تمت الصفقة هسه نشوف تطويره كيف رح يكون ان شاء الله يتطور والله ما يتطور بسرعة يا شباب خلى جناح متناوب هذا لازم ينباع بعدين موريس بعناب 450 الف عندنا مباراة بالدوري يا شباب ماينو والله لياقتم انتهي يا مسكين يعني لازم اجيب لاعب بديلي لا لازم يا شباب ضروري جدا حلوه يلا يلا يا سلام نوح الاحمدي بالقدم اليسار اخيرا يسجل بالقدم اليسار واحد صفر وأخيرا اول اهداف نوح الاحمدي هذا الموصل حارس افاه نوح يلا ي واحد واحد بالرأس اضرب اضرب شو هذي ضربها حلوه حارس حلوه حلوه تصدي ثاني رهيبة خلاص انتهيت بالتعادل المباراة والله يا شباب الحلول الهجومية قليلة جدا خلاص رح اغير الاستراتيجية ما عندي حال ثاني الى التكي تاكا المدربين عندنا ضعفاء بالنسبة لهذه الاستراتيجية لكن رح يطورون مع الوقت ان شاء الله لاعب من لاعبين ليفربول يا شباب دخلت ويا اتصال على سبيل الاعارة والله 75 طاقة عمر 19 سنة اعارة للشراء يا رب يقبل والله قبل حلو سنتين ما رح ندفع شي يا شباب واللاعب رح يبقى عندنا الراتب ما عندنا مشكلة احنا نتحمله مبلغ الانتقالي ريدو ب 16 مليون بعد سنتين لا ازارة شرط عند البيع وتقديم العرض 16 مليون اوو 20 مليون شوف 17 مليون اتوكل على الله يا رب يقولك لا مصطفى في شرط المفاوضات يا شباب رح ارجع تفاوض اياه من جديد هذا اللاعب اريده اتجارنا مراقب الاكاديمية هذا اللاعب بورتغالي تعال اسعد وهذا مليونين بعد تعال اسعد شوف بما انه عندنا 26 مليون ما رأيكم نوظف طريق عمل الشباب وعندنا هذا الاسكتلندي رهيب خمسة بخمسة رح وديه الالماني اعتقد ولا مرة وديت لاعب الالماني او مستكشف ديربي كونتي بالدرجة الثالثة حلو مباراتنا ضدهم ثلاث مباريات نقطة واحدة عندنا ماينو ماينو نياقتم انتهي ان شاء الله يا ماينو جايلك بدين ان شاء الله شباب الشور رح اشوف انا ما انتبهت على الالوان واللعبة يعني ما ادي يتضبط الالوان والله رح انتقل للنتيجة خسرنا واحد صفر بسبب الالوان مباراة اخرى هذي الجولة الخامسة العرب ارجع عن نوح نوح هي الله قوية قوية تصويباتك حلوة هي واحد يضرب اوكي 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 العب هناك العب هناك يا سلام العب النوح هو القول لا 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 يا حارس هل هناك واحد يضرب بالرأس ارجوك حطها شنو هذا الحارس ايه يلا الله الله يا السلام اخيرا اول اهداف معانا هذا صح المهم واحد صفر وان شاء الله يا شباب يعني انفوز من هاي المباراة يا رب انفوز حارس والله سهلة من زاوية صعبة تدخل بهذا الشكل شوف 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 فريقنا منتهي فريقنا موما لهذه الدرجة واضح انه فريقنا منتهي نوح يا سلام ارجع العب هناك هيه بلنتي 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 يا رب يصده يا رب حلو 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 عندنا امل عندنا امل فرق هذا فين اللي نقدر ان شاء الله روح يلا 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 يلظهير العب هناك حلو حلو نوح يا سلام يا سلام هدف التعادل الله عليك بس شوف في الاستحواذ فريقنا اكثر فعالية على المرمو نوح تسعد واي نوح العب يا ولد يا سلام يلا 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 يقول ثالث الهدف الثالث قريب 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 العب هيه نوح لاحمدي والنوح والنوح العب النوح الله بعده بعده عندنا حلوة هذه هي هذه هي لمسة يد حاكم يا حاكم لا بلنتي والله ما ضغطت شيء والله ما ضغطت شيء بلنتي يلي انطيهم الحاكم وطارد بعد كارت احمر ليش يا حاكم ليش خلاص قول ونفوزهم غصب يعني حاكم ما جاء نقدرهم فوز ولا ما جاء نفوز صابق احتاج مدافع احتاج سي دي ام هذا نقدر نرجع نتفاوض وياه شوفوا اذا انتقال يبدو ان اللاعب لا ينوي الانتقال لكن بلي عارة ينوي شوفوا قيمته 12 مليون 15 مليون حلو والله حلو يا شباب بعد سنتين لدفعهم 15 مليون ممتاز تعال خلا شوفك اوفو في لاعب من ليفربول اوكي بقى الاتفاق وهي اللاعب نفسه يا رب يقبل بس شوفوا شباب عندنا ذول القلبي اندفاع هذا الايطالي وهذا الكود دي بوار اوكي والله شوف الايطالي يا شباب حتى اربع نجوم قدم ضعيف يلعب باياكس دخلت بعد على سبيل اللي عارة معاهم ان شاء الله يجي يريد فقط يعارة بدون شراء والله انهي المفاوضات اوكي غادر بيرين يا شباب هذا اللاعب اللي فشلت مفاوضاته بالبداية شوفوا جبناه او بيعناه حالياً بثلاثة مليون وثمانمية ممتاز اوكي بعد مدافع يا شباب خليجي بنا بعد مدافع لان واضح ان الدفاع راح يتعب بصورة سريعة بقى ان معاهم لياقة فهذا لو يجينا على سبيل اللي عارة 19 سنة طاقة سبعين يكون ممتاز وافقه ولكن اللي عارة سنة واحدة نفس قيمته شرايك خمسة مليون وسبعمية طبعا هاي الفلوس راح ندفعها بالموسم الجاي ان شاء الله يعني مو بهذا الموسم اوكي خلاص لا خمسة مليون وثلاثمية حلوة حدنا مباراة بكأس الكاراباو ضد بريستون شوفوا لاعبيننا يا شباب لياقة بدت تنتهي خاصة الدفاع هدولي والمحور لازم اجيب لاعبين طبعا بعدين راح نجيب لاعبين من الاكاديمية راح نصعدهم ان شاء الله فاعتقد الصفقتين الجاية تكفي خطرة خطرة حارس امسك امسك امسكها يا حارس حلوة 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 هورست يالله يالله سجل واحد هيا اي 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 هدف اول من كرة رئيسية خطرة اوو حلوة حارس شكرا مو بالنتي ليش ليش تركز على قدمه يا رب يصدها يا رب يا رب شوف الحارس بارتريد حلوة 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 قول هدف الثاني معنات حلوة 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 تركز روح دين لعب هناك يا لا ليش هتضيع هذيش والله سهلة هي يا السلام يا السلام يا السلام اوو جيور هذا قلب دفاع صح هي والله قلب الدفاع طاقة 76 والله قوي لكن اللي هي امتهت لا غصب والله اخترك لا لا حارس أرجوك يا السلام حلو حلو تحكمت بيه باخر للأحمر صفر يا حكم صفر أخيراً ثلاثة ثمية فزنا يا شباب بكأس الكاراباو يعني إحنا شغانين بس بكأس الكاراباو بالدوري ضايعين لا ما قبل هذا المدافع ينتقل إنه أو المحور انضم إنه هذا من سالس بورغ هذا المدافع صح؟ إيه مدافع هذا يا أهلا يا أهلا لو سهلا يا حبيبي تعال أوه هذا انتقل لتوتنهام لهذا ما انتقل إنه طيب هذا الفرنسي ما ينتقل هذا حلو نجيبه على سبيل لعارة ممكن ما نحتاجه بعدين يريدي عارة بس بدون خيار شراء ما يخالف خلي مشويانا يا شباب سنة وحدة بعد ما عدنا مشكلة والله هذا لازم نجيبه اتصال لليعارة طاقة 77 يفيدنا بالدفاع خلا نقوي دفاعنا بعد خمس جولات حرفياً عدنا نقطة وحدة بس بالمركز 22 بالدوري إحنا حالياً تعال نشوف هذا جاننا حلو تعال 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 انزل هذا ميت والله شباب ما جاننا CDM الحد الآن رح تخلص فترة انتقالات لازم أجيب لعب CDM يلا يلا بسم الله يا رب الفوز بهذه المباراة وأول فوز لنا إن شاء الله بالدوري حلو كورونا يلا يا عمري أخيراً أخيراً بوكاري ونسجل الهدف الأول بالدقيقة 70 1-0 أريد أول هدف يا شباب وأول فوز إنه بالدوري حلو يلا الله وين ليش ليش بعيدة يا كربخة خلاص انتهت المباراة أول انتصار إنه 1-0 إجاب صعوبة أنا ما مطمئ إن الصراحة يا شوعة على تشكيلتنا وشوف إنه محتاجين بعد لاعبين ممكن هذا اللي يلعب وين بإيلتشي لا صعبة صعبة يطلع إيلتشي يجينا هذا ما طلع من ليفربور راح توتن هار هذا طاقته 74 برازيلي والله ممكن دخلنا مفاوضات مباشرة راح أخذ مفاوضات شراء 10 مليون نتفعلهم ونقول بسم الله يا رب 11 مليون يري الشرط عند البيع 20% زالت شرط عند البيع يلا خذ 11 ويجيبه هاخذ وقت يفكر الله يستهى طبعا إحنا بآخر 10 ساعات من فترة انتقالات ما تم قبول الشرط أوه يريدون 12 والله 12 مليون يلا قبول خلنا دخل مفاوضات يا شباب أريد اللاعب CDM قوي شوف بالبداية راح أخليه للشرط جزائي خلنشوف كم يطلب هو 26 مليون يريدون الشرط وكل هذه الصفقات هي الصفقات اللي سويناها بهذه الانتقالات صفقات رهيبة هذا بعد جه ننتظر من عندهم جواب أوكي إجا لاعب إجا لاعب إجا لاعب يا أهلا هذا الـ CP ها حلو الدفاع حاليا نطمأننا عليه أجيب بعه CDM خلنا نجيب بعه CDM يا شباب خلنا نشوف كم عندنا فلوس حاليا 11 مليون ما عندنا بس دول الخيارين الأثنين راح نترك حاليا يا شباب راح نصعد لعبي من الأكاديمية عوف طبعا من فترة الانتقالات طلعنا بهذا اللاعب هو أقوى لاعب 18 سنة طاقة 79 أعتقد أقوى صفقة وأقوى شي سوينا هذا الثاني رايح لنيو كاسل خلا يروح وفريرا بعد رايح لنادي روما يا شباب والله صفقات قوية وانتقالات رهيبة صايرة خلاص رسميا انتهت فترة الانتقالات ورح نبلش الموسم الحقيقي طيب ترتيبنا حاليا نكمحنا لبالمركز 22 عدنا أربع نقاط بس المتصدر المتصدر عنده 16 نقطة فرق 12 نقطة لدوري طويل نقدر نجيبهم فزنا 2 واحد ببطولة EFL Trophy تعالوا نشوف تشكيلتنا والله صار عندنا بدلاء هذا المفروض يكون أساسي طيب انت راح تكون احتياط حتى هاتو ودي ينزلانا يعني أسا عندنا مباراة دوري تعالوا خليشوف التشكيلة اللي راح ينزلون بها اللاعبين طبعا راح نريح على راحتنا هذه المرة يا شباب مثل هذا خليشارك عندنا هذا نقدر ينخليه يشارك حتى هنا عندنا بعض سي بي اللي هو هذا الجديد خلي سارج يرتاح هاتو خليه يرتاح أوكي بعد مباراة على ملعبنا وان شاء الله نجيب ثاني انتصار اننا على التوالي بارتريج بوحرد هدف أول مباشر ريد جول ريد جول مباشرة تعالوا حيصعد حلوه ألعب هنا ألعب إلى نوح لحمدي لحمدي أوه السلام يا السلام سلم واحد صفر بالدقيقة الرابع عن مباشرته خلاص راح أبدي أصوب سريع يا شباب خلي فريقنا يفوز فوز ثاني على التوالي امسك امسك هيا يا السلام يلا هيا لا 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 يا كورونا لا انت المهاجر بارتريج كورونا اضرب ياه حلوه حارس حلوه أشكرك تقدرت حتى هابل قول شوية صعبة عني بس رح أحاول يا شباب يعني هيا الله لا اوه والله خرجها الحارس خلاص انتهت المباراة فزنا واحد صفر بالدوري فوز ثاني على التوالي عسا المباراة نضد فريق عنده 12 نقطة وصلنا للمركز 18 والله فزنا 32 بوكاري سجلوا دومينا ودومينا ممتاز صعدنا للمركز 14 المباراة اللي بعده فزنا تشوكنيو وناغا سجلوا يا شباب المباراة اللي بعدها بالإي أف إل تروفي فزنا 30 تشيكنيو هذا الوسط جاي يسجل كتير عمره 29 سنة يعني يظل خله هو الأساسي ولا ودي ميلر هو يتطور والله 18 سنة تعال ميلر أنت الأساسي يجا مستكشف من ألمانيا أي لعب قيمته مليون وفوق راح أصعده للأكاديمية هذا قيمته 3 مليون وخمسمية يارب أنه يكون قوي تيمو لانج يارب قوي يلعب كام طاقته 69 عمره 17 سنة وكي يتحول RW شباب والله أنا بحاجة إلى RW خلي يجي عندنا RW تعال راح أخلى حاليا يتدرب يتطور بالأكاديمية فزنا بعد بالدوري ما ينسجل حلو ما ينوف شوفوا ترتيبنا بالمركز التاسع إحنا حانيا بالدوري عدنا 16 نقطة والمتصدر كم عنده عنده 26 فرق 10 نقاط والله بعد الفرق كبير لا هذه المرة تعادلنا بالدوري الظهير اليسار هو اللي يسجل لنا الهدف طيب شباب تياغو داسيلفا 66 عمره 18 سنة وما رح يطور كثير واضح انه يصل 89 فهذا اللعب رح نصاعد الفريق الأول ونعرضه للبيع ويجي لعرض قوي أووو عندنا مباراة بالكاراباو والله ودي يلعبها يا شباب تعالوا 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 خلني ننزل بتشكيله شوي قوية ايه روح اركض العب هناك يلا نوح يا شون جاء هل حارس نوح تصيباته حلوة كربخال الله والله هدف رهيب هدف أسطوري حلوة كربخال وظهير اليمين واحد صفر جمال هذا الهدف لأنه ظهير يمين يا شباب انطلاقه سريعه وتصويبه مباشرة بوم يا ولد يلا يلا لعب النوح لا 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 الحارس إلى نوح لا احمدي شنو الحارس يلا شنو الحارس هذا هيا يا السلام على الرأسية يا السلام هاي فين صفر جيد جيد هذا لاعب المحور الجديد يا شباب حلو يا سلام يلا ثالث ثالث يا عمري يا عمري يا عمري على لداء الخراف يلا هيا يلا شنو هذا الحارس خلاص انتهت المباراة فوز بالكارباو الجولة الثالثة خلصناها دا سيلفا جاء العرض بس العرض عرض مبادلة هذا قيمته مليونين ومئتين والله نقدر ندخل نتفاوض ونرفع السعر خلاص بانتقالات الجاية يا شباب نسد الديون إن شاء الله اللي علينا ثلاث ملايين وثمانمية وافق يارب ينتقل هذا رسميا نتغير مركزه وتبقى طاقته مثل ما هي لكن الأهم هو لانك خلنغير مركزه وتوقع رح نزيد طاقت ها والله بقت تطويره مو أفضل شي يلا خلنا إن شاء الله يتطوى والله مباراة نتجاية بالكاراباو رح تكون ضد مانشستر يونايتد يا الله الله يستر والله شوفوا الانديا اللي موجودة هنا يا شباب هذا دور السطاعس طبعا خاصة الجهة اللي احنا بيها السيتي اليونايتد توتنهام نيو كاسل تشيلسي أرسنال بعد موجود ساوثامتون فولهام كريستال بلاستوك سيتي ويست هام الصراحة بانديا كلها قوية إذا عبرنا هذا الدور رح يكون إنجاز إنا بالكاراباو وأكيد يعني دافزنا على اليونايتد حلو فزنا مباراةنا بالدوري بوكاري سجل ودومينا والأحمديه ممتاز أووو عدنا مباراة ضد المركز الأول 32 نقطة إحنا عدنا 20 نقطة إحنا بالمركز الرابع حاليا الفرق 12 نقطة لازم نقلص الفارق إن شاء الله نفوز على المركز الأول بالمباراة هذه باتريج وصل للطاقة 70 حلو بعد دين إن شاء الله يوصل للطاقة 70 يلا بسم الله سافرت البداية ضد المتصدر والله المباراة هذه حماس روح 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 دين يلا يلا طبعا لازم يثبتون في اسم اللاعب إذا يردون يكونون أساسيين عندي العاب نوح يلا لحمدي الله 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 تصويباتك قوية جاي يتطور بشكل رهيب بالتصويب هي ليش ليش تصويباتك بهذا الشكل دومينا يلا شنو هذي ليش شباب بالتصويب بس ركزوني شوي بالتصويب ملحب الفريد للإنسان دفاع بالمضحن اي اه اه حلوه زمرير ملجاتك نوح يا رجل يا رجل سجل ترحب بارتريج لا 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 والله الحارس مو طبيعي اي يا واحد ينزل هيا لا 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 نزل لا خلاص انتهاء شوط الوات حلوه بارتريتش يا السلام اخيرا اخيرا يا شباب اخيرا هدف اول 1-0-52 على المتصدق نوح 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 على طريقة اللوكا مودريتش يا السلام يا نوح يا لحمدي الله عليك ما انطيتك القيادة بالفادي انا اعرف هذا اللاعب قوي هي السلاموت 2، 1 هدف صراقي لكنها شوف خذها، 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 الله عليك وإلا ما وحش ألعب؟ يلا نوح نوح، يا رجل، لا، لا 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 واقس ما ما مقسومة، ما نقول هذا، يا شفاء ما مقسومة يلا حرس يلا دم الكيك، هدف، 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 هدف ذا قلب الدفاع رهي ثلاثة صفر ضربنا المركز الأول يا شباب فريقنا تغير من لما حولنا طريقة لعبنا إلى التكي تاكا خلاص انتهت المباراة فزنا على المتصدر ممتاز بيعنا دا سيلفا حلو 3.800.000 والله ممتاز السعر صعدنا للمركز الرابع بالترتيب بالدوري وعدنا مباراة صاحب المركز الثاني والله تعالوا نلعبها يا شباب فزنا بهذه المباراة تقريبا أوه لا 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 نسية الأطقم يا الله والله كنت يعني بدي أفوز عليهم لكن نحاكي نسوي محاكا طلعنا بالتعادل أوه ديوماند سبورتنجر دونة يشارك أكثر فزنا على بلاك بول نوح الأحمد يسجل طيب شباب أعتقد اللي هنا راح نختم مقطع اليوم طبعا نحن بالمركز الثالث بعد 15 جولة فرق 5 نقاط عن المركز الأول فخلوا لايكات شتركوا بالقناة فعلوا التنبيهات أهم شي زر اللايك حتى نتحمس ننزل الحلقة الجاية باسرع وقت السلام عليكم